هنبدأ النهاردة هنتكلم عن فكرة إصلاح الحالة المالية المرة اللي فاتت عرفنا يعني نعمل ميزانية ويعني إيه نقرر إحنا الميزانية بتاعتنا فيها حالة من التوازن ولا عدم التوازن طيب لو اكتشفنا إن إحنا ما عندناش توازن عندنا عجز في الموازنة نعمل إيه حالة الإصلاح دي بتبقى إزاي عندنا جنبين الميزانية أو كفتين الميزان بتاعنا جانب الدخل لإما بنشتغل على إن إحنا نزود الدخل بتاعنا أو بنشتغل على الجانب الآخر الأيصر اللي هو المصرفات نبتدي نشوف حيل ويعني تصرفات بنتصرف فيها في الإنفاق ونشوف نوفر من الإنفاق إزاي حالة التوفير ده بنعمل حالة التوفير دي إزاي لو إحنا لقينا بعد ما عملنا البنوت كلها وبتدينا نصنفها ونحط كل المتشابهات تحت بند معين بنبتدي نشوف البند ده صرفنا عليه قد إيه وبعد ما بنحط كل البنوت زي ما قلنا كده لإما بند مثلا المواصلات بند الفودان باوريج بند التعليم بند الصحة بند الترفيه كل البنوت بنشوفها بنبتدي نبص عليها كده ونشوف صرفنا قد إيه في كل بند ونبتدي نشوف هل البنوت دي من أولوياتنا الأساسية وبنشوف تفنيد الأولويات وتصنيف الأولويات يعني إيه أصنف أولوياتي يعني فيه حاجة اسمها احتياجات أساسية أنا ما أقدرش أستغنى عنها وده التعريف بتاع الاحتياجات الأساسية أي حاجة سألت نفسي وأجبت أنا ما أقدرش أستغنى عن البند ده يبقى هو من الاحتياجات الأساسية وبالتالي بحط له النسبة الأكبر من الدخل بتاعي أو من نسبة إنفاقي بحدد له مبلغ كبير لو إحنا قلنا احتياجاتنا الأساسية صنفناها وده بتختلف ما بين شخص والشخص ليه؟ لأن لو أنا ابنة أو ابنة وعيشة في وسط أهلي أنا ما عنديش مصاريف إن أنا هدفع إيجار بيت ما عنديش مصاريف إن أنا هدفع صيانة ما عنديش مصاريف إن أنا هدفع على التعليم لنفسي وبالتالي أنا هبتدي أشوف أنا زوج ولا زوجة عندي أولاد ولا ما عنديش أولاد وهبتدي أشوف أنا احتياجاتي الأساسية اللي أنا هحطها وهحط لها نسبة قد إيه؟ نسبة 50% من الدخل بتاعي أو من الفلوس اللي أنا هصرف بيها على احتياجاتي طيب ده أول نسبة هبتدي أصنفها النسبة الثانية هبتدي أشوف رغباتي إيه معنى رغبات؟ الرغبات هي الأشياء اللي هتخلي حياتي أسهل أو هتخلي حياتي فيها نوع من الاستمتاع يعني إيه؟ يعني لو أنا بحب مثلا أشتري جهاز معين هيسهل علي في شغلي الكمبيوتر هيسهل علي في شغلي فدي رغبة أضيفها إلي ولكن لو أنا كتبت مثلا السكريبت بتاعي بالورقة أو الألم هعرف أعيش وهعرف أشتغل حاجة هتخليني أستمتع أكتر بمعنى إيه؟ إن أنا لو خرقت هستمتع أكتر إن أنا لو رحت سينما هستمتع أكتر ففكرة إن أنا أشوف رغباتي إيه؟ وحددها وحطلها 20% من الدخل بتاعي ده هيخليني محددة المبالغ بتاعتي وما أجرش علي المبالغ الأخرى وبالتالي مصرفش على حاجات ملهاش أولوية واجي أخر الشهر أقول أنا مزانياتي خرمت ليه؟ عندي التصنيف الثالث وهو الطموحات يعني إيه الطموح؟ الطموح هو اللي هيخلي حياتي فيه مزيد من الرفاهية بمعنى إن أنا خلاص عندي كل إحتياجاتي اللي ما قدرش عيش من غيرها عندي رغبات اللي هتخليني مبسوط ولكن مزيد من الرفاهية إيه اللي هيخليني فيه أكثر رفاهية؟ يعني لو ست البيت مثلا عايزة تغيري الديكور بتاعبتها أكيد لو ما غيرتوش حياتها هتبقى فيها استمتاع وفيها راحة بس لو غيرتو هيبقى فيه مزيد من الرفاهية وهتحس إن هي مرفهة وسعيدة أكتر فهنا هو ده اللي إحنا بنقوله هنحدد 20% من الدخل بتاعنا لفكرة أنا دي التموحات بتاعتي هصرف عليها إزاي؟ هصرف عليها لو مثلا الشهر ده أنا العشرين في المية اللي أنا شايلها مش مكفية التموح بتاعي بعمل نوع من أنواع التحويش أو الدخار وحط العشرين في المية دي في ظرف علشان أحويشها وأول موصل للمبلغ اللي أنا محتاجيه علشان أشتري الأنتري أو أغيره أبتدي أستعمله فمن هنا إحنا ما بنبقاش بنصرف على حاجات ما لهاش لازمة وما مندخلش البنود على بعضها إحنا بنحط كل حاجة في مطرحة سليم وبالتالي الميزانية عمرها ما بتخرم بالطريقة دي فإحنا فكرة النهار ده إن إحنا زي نحدد أولوياتنا علشان تحديد الأولوية دي من أهم النقاط اللي هتخلينا قادرين نعمل ميزانية متوازنة وما نخشش على مثلا الإحتياجات الضرورية بعد ما نكون اشترينا رغباتنا أو تفسحنا نيجي بقى ندفع الفواتير الشهرية نيجي ندفع الأكل والشرب الكهرباء الحاجات دي كلها ما نلاقيش ونقول الفلوس مش مكافية اللي بيحددنا هنا مش رغباتنا اللي بيحددنا هنا الميزانية بتاعتنا فبالتالي بنحط الأولوية إن إحنا نخلص الإحتياجات الأساسية من الفلوس ومن الدخل بتاعنا وبعد كده بنقسم الباقي وفكرة إن إحنا نبتدي نشتغل على الجانبين طب أنا عندي رغبات وطموح عايزة أحققها معنى كده إن أنا طول عمري أفضل كده فكرة إن أنا أوفر هيخليني أعرف أحوش ولما أحوش هعرف أعمل استثمار أو أحط فلوسي في البنك يجيب لي ريع زيادة وبالتالي كفة اليمين اللي هي الميزانية هتبتدي تزيد معي فأنا هنا دلوقتي بتعامل على الكفتين كفة الدخل وكفة المصرفات وإزاي اللي اتنين بيخدموا على بعض علشان في الآخر أوصل لحالة متوازنة وثم حالة الدخار ثم حالة استثمار عشان أرجع تاني لحالة من الزيادة المالية وتبقى محفظتي دايما محفظة الحظ مليانة الخير والبركة